فظيمة الشيخ هذا السائل يقول بعض المراهقين وصغر السن يضعون بعض العبارات بعضها طيبة مثل ما شاء الله أو اذكر الله على خلفية السيارات وبعضها عبارات أخرى فما حكم وضع هذه العبارات على زجاج السيارات الخلفي كل هذا من العبث ومن إهانة ذكر الله عز وجل ولا ينبغي أن يكتب ذكر الله أو شيء من القرآن على اللوحات أو على السيارات توضع في الشوارع لأن هذا تعريض للقرآن والذكر بالإهانة والذكر محله اللسان والقلب عز محله الكتابات التي تكتب على الحيطان وعلى الجدران ناسيما وأن هذا أمر تفاقم حتى دخل في المساجد الآن تشغلون المصلين وكأن المصلين لا يعلمون شيئا يعلقون أمامهم الأذكار التي تقال بعد الصلاة وإلى آخره هذا أمر محدث إذا أردت أن ترشد الناس وأن تعلمهم وأنت عندك مقدرة فإنك تعلمهم تعليم بالتلقين والشرح والبيان هذا الذي ينفع الناس الموعظة الحسنة من شكرا